بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا إياكم درجة جديد هذا الدرس سوف نشحل شوالله سوف نكنك على الانترنت طبعاً انت بحاسبتك أو بالكيس مالتك طريقتين ما يكون غير انت يكنك على الانترنت الطريقة الأولى هو عن طريق الاثرنت كابل يعني يوصل لك كابل من المجهز مال انترنت مالتك أو وصل لك من الراوتر مالتك أو وصل من جيرانك أو أي شيء يوصل لك هذا الكابل شكله بالحاسب يجيك انترنت الطريقة الثانية عن طريق الوائرلس مالتك تكنك على الراوتر اللي موجود بمنزل مالتك أو بالعمل ماكو غير هاي الطريقتين بالنسبة لكابل اثرنيت ماكو يعني ما بي طريقة لتكنك رأساً نشكل يجيك انترنت ماكو مشكلة بالنسبة للوائرلس اذا عندك راوتر ربيت فلازم انت تدخل يعني الاسس اي دي الاسم وار راوتر تلقى بعدين تكتب الباسورد مالتا سكيوريتي كي يلا تكنك فروح على الوائرلس مالتي اللي موجود هنا بالتاسك بار اللي على ما الوائرلس اذا ما موجوده معناها الوائرلس مالتك ما معرف اختار طعلي شبكات كل المتاحة من ضمن الرينج مالتي اوكي فان راح احكملك على شبكة مالتي ما البيت او ما العمل مالتك او ما الجيرانك اي شي يعني اهم شي انو انت لادك الكي مال الراوتر اسوي connect راح يطلب من عندي الكي اوكي السيكوريتي كي هو يعني من يبرمجون الراوتر التابلينك او تنده او اي نوعية يخلوني يا الكي فان راح اكتب الكي مالتي خالة لللابتوب عفو للراوتر فيطلع لك كانت هنا موجودة تصعد يعني تصير اول شبكة لان هي connected لان هي انت كنكت عليها بعد ومكتوب عليها secured انو هي مؤمنة بعدها الان انت صارت ممكنك على الانترنت او راح نشيك نكتب google اوكي الانترنت موجود تمام الشغلة الاخرى اروح على الاعدادات من الشبكة مالتي ويرلس اروح على my network هاي النيتورك الموجودة اطلع لي الاجهزة الموجودة على الراوتر طبعا اذا انت اكثر من حاسب ممكنك على الراوتر راح تطلع لك من هنا من ضمن مالتك هنا انا اطلع لك كم حاسب ممكنك او اقدر اطبع صفحة الرسمية رئيسية من الراوتر حتى اقدر اعدل عليه اوكي هاي الشغلة الشغلة الثانية اروح على الロبرتيز مالتي البروبرتيز مالت من الشبكة مالتي راح توديني على الصفحة الخاصة بهاي الشبكة بعلومات مالتها فقبل لا اروح للشبكة لازم اشرح لك اول شي ما يمكن أن نصل على الإعدادات العامة مع الشبكة مع الوائرلس أو الانترنت أرجع على الـ Action Center أرجع على الـ Settings أختار الـ Network & Internet أختارها حسنًا حسنًا الحالة مالتي يشمل كل الـ Networking أرجع على الـ Wi-Fi ما هو الحالة مالتي؟ الـ Wi-Fi مالتي ON الشبكة الممكنك عليها Raya PC Network Connected أقدر أطلع غير شبكة أشوف غير شبكة موجودة عن طريق Show Available Network أدو سيطلع للشبكات المتوفرة تطلع للـ Hardware Properties اللي هي خصائص البطاقة مالتي مع الـ Wireless اللي موجودة بالحاسبة SSID المهم الـ Wireless مالتي Intel Dual Band Wireless AC 1165 هاي المعلومات يعني أنت ما راح تحتاجها نادرا ما راح تكون تحتاجها الشغلة اللي أريد أقول لك عليها أنه هي Managed Noun Network Managed Noun Network Managed Noun Network Managed Noun Network من تضغطها يطع لك الشبكات اللي أنت مكنك عليها أوكي؟ يعني المعروفة اللي أنت مكنك عليها سادقاً أفرض أن تأدك شبكة البيت وشبكة بالعمل شبكة عاد صديقك وأنت بدخل الـ Password Malting فرح تطلع لك هنا أوكي؟ إذا تريد تمسح المعلومات مالتها طبعاً Properties تطلع لك الخصائص مع الشبكة Forget تنساها يعني تفصل من عندها وبعد حتى الـ Password مالتها يعني يننسي ليش؟ إذا أنت رحت على الـ Wireless وسويت على شبكة مالتك وسويت Disconnect فصلت أوكي؟ من Disconnect لا يوجد داعي تكتب الـ Password هو حفظها يطلع Connected ولكن إذا سويت Forget للشبكة أرجع أكنك على الرأي بيسي على راوتر Malting أكتب الـ Password من جديد هاي الفقرة لازم تعرفها نرجع الإعدادات العام ومالتنا الشغل الأخرى إذا أدك Ethernet Cable فرأساً يقول لك إذا جاكي كابل مويرلس Ethernet فرأساً يطلع لك هنا Connected ويطلع لك هنا رأساً Connected هاي المعلومات مع Ethernet بطاقة Ethernet التي هي من نوع RealTech PCIe Gigabit Ethernet Family Controller لا يحتاج هاي المعلومات حتى تدخلها فهي مجرد كابل الشكلة يجيك الانترنت إذا عادة غير نوعية من الاتصال عن طريق Dial-Up أو سوي VPN Connections أو تفعل Airplane Mode وضع الطائرة النفس الموجود الموبايل أنه كل شيء يطفع عندك يفصل كل شيء كل شيء مع أي اتصال بالانترنت راح يكون محجوب اللي هي Turn This Stop All Wireless Connections تستطيع واي فاي Cellular أو البلوتوث إذا كان حاسبتك بها SIM Card المهم أكوم بايل Hotspot مالتنا ويطلق معلومات على Data Usage أنه أنت تستخدم الاتصال الوائرلس واتصال الإترنت على الأحوال الموضوع مالتنا اللي كان على الواي فاي شوان تقدر تسوي Show Available Network شوان تقدر تقنك سوي Connect تكتب الواسورد مالتك وتكون أنت متصل بالانترنت مباشرة ماكو أي مشاكل إن شاء الله تكون المحاضرة اليوم واضحة ما بها صعوبة طبعاً أكو تفاصيل أخرى أنه أنت تقدر تثبت IP تقدر تغير Gateway مالتك والتخلي DNS محدد وهي أكو أدادات بالإيبيات تقدر تخليها عن طريق Change Adapter Settings لذلك إن شاء الله ما رح أتطرق لها إن شاء الله بهذه التفاصيل تطرقها بمستقبل لنوصل للموضوع الشبكات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر